الصورة اللي قدامك دي لما بيشوفها منشئ المحتوى في قناته بتكون اسعد لحظة في حياته اتكلمنا مع بعض عن انشاء قناتك حلق اليوتيوب بين 1 و 1 عشياتين وعشرين اشهر وليالي وصهر وطعب وكمية فيديوهات والنهاردة حققنا الربح شرحنا مع بعض انشاء ادسنس الحلقة اللي فاتت وبالفعل جلنا الرسالة دي حسابك اصبح معتمد الان من جوجل اد موب علشان كده بقول لحظة اعمل من جوجل اد موب لو جينا دخلنا كده على تحقي الربح حلاقي في حاجة اسمها تقديم طلب الان البعض من حضراتكم بيعمل هنا ويجي تطبيق الان ويروح جاي كده واخد لينك القناة بتاعته كوبي ويروح جاي هنا عامل مسهن ده ويروح داخل عامل متابعة يروح هنا وحطت لسق ويكمل هنا اكبر غلط ليه اكبر غلط ما ينفعش تربط قناتك من موقعك لان الموقع دي الوايب سايت يعني اي مدونة اي موقع الربط الصح بيكون من هنا حضرتك بتعمل تقديم طلب الان بتعمل الخطوة الاولى البدء وبتعمل اوافق على الاحكام وتعمل كبول الاحكام الخطوة الاولى خلصت وهي الاتفاقية بينك وبين اليوتيوب وطبعا الاتفاقية دي حضرتك هتوافق عليها هتوافق عليها ما عندكش اي خيار تاني نيجي لخطوة تانية وهي الاشتراك في ادسنس الخطوة دي خطوة مرعبة وصدقني برضو فيها زي خطوة تالتة تقدير ربنا وتوفيق ربنا والنصيب والحاجات من الحاجات دي لكن انت بتعمل البدء واحنا شرحنا الحلقة اللي فاتت انشاء حساب ادسنس يعني احنا انشأنا حساب ادسنس ماشي وعلشان كده انا هقول لك املك حساب واعمل متابعة وادخل بنفس حساب بتاعي اهو وهعمل كبول الربط خد بالك ليه انا عملت لأ ليه ما عملتش نعمل لدي حساب هقول لك ليه انا بعمل لأ عشان انا مش عايز يكون في مشاكل اه املك حساب حيقول لك هو جاهز مش جاهز حاجات كتير جدا احيان بتحصل وتبقى قبل مشاكل كتير جدا وعلى فكرة حصلت معي وانا عندي حساب اصلا وكان جاهز ولما عملت نعم قعد فترة طولة جدا عبيت ما ايه ما يعمل ربط قمت بس بالخطوة التانية عملت لا املك وروحت داخل بالحساب اللي فيه ادسنس هو هو حساب في ادسنس وقالك استخدم حساب اخر لا انا مش هستخدم حساب اخر هو نفس حساب لو عايز استخدم حساب اخر اعمل استخدم حساب اخر لكن انا عايز بنفس الايميل ده بنفس الايميل ده لا املك واعمل متابعة واعمل التالي هو واعمل قبول ربط ولما تعمل قبول ربط هيعمل اعادة توجيه لحضرتك على يوتيوب اهو اعادة توجيه على يوتيوب ادسنس اعمل اعادة توجيه وكده هنا الخطوة التانية تم المراجعة او تحت المراجعة او تتم مراجعتها الى ان تأتي تم حضرتك ممكن يواجهك مشاكل كتير جدا هي قادر او راجعها ممكن يواجهك مشاكل كتير جدا في الخطوة التانية كتير جدا منها مسلا عندك حسابين ودي حاجة انا شرحتها الحلقة اللي فاتت حضرتك ممكن تعملها وهي انك تشيل بعض الكلمات من العنوان واسمك من نص وبعد كل ما يترمى قبوله تبدأ تطرفها في العنوان بشكل تاني بعد فترة علشان متقابلش مشاكل حاجات كتير جدا حضرتك ممكن تستغلها علشان تبدأ تحل المشاكل اللي ممكن توجهها لكن المشكلة الصعبة ان حضرتك بعد ربط ادسنس ده يجي لك ان ادسنس ده في مشكلة ولازم يتحذف ومش يكون عندك تغيير الحساب ولا اي حاجة من الحاجات دي مشكلة حلها بياخد وقت ومعافرة وشغل لكن لحد هنا الوضع سهل وبسيط الخطوة الاولى تم انشاءها خطوة تانية قيد المراجعة الخطوة التالتة وهي الانتظار الى حين مراجعة الطلب اول ما يعدك خطوة تانية حيطغل على خطوة التالتة ولما يعدك خطوة التالتة خلاص كده تم قبول القناة وحاجي لك رسالة على الجيميل هنا تهانينة طبعا تغيير سبك منها تهانينة خد بها جديت عشان خطر ايه ستتم مراجعة الدفاعات المستقبلية دي مراجعة مفيش اي مشكلة مراجعة ايه ادسنس نفسه لما يجي لك رسالة تهانينة اللي قدم قبولك في برنامج شركة اليوتيوب هنا بقى تدخل تعمل تفعيل لكل اعلانات وعلى فكرة حنشرحها في السلسلة ما انا معاك لغات اخر لحظة انا حقف بس عند البنكود لان انا شرحت البنكود في قيمة تشغيل جديدة وشرحت المعلومات الدربية في قيمة تشغيل جديدة وشرحت لحضرها كل حاجة وكده وحضرتك مش عندك اي مشكلة في انشاء قناتك حالة اليوتيوب اي مشكلة خلاص تقريبا انا عملت لك كل حاجة ابدأ بقى اركز في بعض الحاجات التانية وممكن كمان ابدأ اركز في قناة حصريات المتواحد اللي بالفعل قدام حضرتك بدأت احس ان هي بتشم نفسها خمسة وستين الف مشاهدة في اخر تمانية واربعين ساعة اقسم لكم بالله انا عمري ما عملتها في المتواحد فكرة عمري يعني انا فرحتي بالقناة ديت فرحتي بالمشاهدات الي جاية قدامك دي انا عمل في حياتي ما عملت كده في متواحد فكرة في يومين او ثلاث يام المشتركين كده وعدد المشاهدات كده في ايه انا بالنسبة دي حاجة جديدة بالفعل وعايد اقولك حاجة لسه مقدم قاتم رجل دوقتي بص الاحصيات ظهر ارباحك المقدرة هل دي علامة ان شاء الله تبقى علامة وانا محتوية حل ولكن دي بتاعت ربنا بقى بص هقول لحضرتك حاجة في تحقيق الربح وخطوة تالتة عند كبولها او عدم كبولها وهو محتوىك بنسبة مية في المية فهو رزق ربنا ممكن قادرة تبقى مخالفة ربنا يكتب لك الرزق ممكن تبقى ماشي مية مية وربنا ما يكتب لك ش الرزق دي بتاعت ربنا ربنا يكتب لي ويكتب لك الخير لحد هنا ان خلصت شكرا لجميع نتقابل ان شاء الله حلقة الجاية وحلقة ان شاء الله هي تفعيل الاعلانات على القناة واتمنى ان ما عصلش اي مشكلة طبيعي جدا ان ممكن توجيهن مشكلة ولكن في ايدي وفي ايدك ان احنا نحلها ان شاء الله شكرا